موسيقى الرئيس السيسي يلتقي الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي بل نسكي في واشنطن اليوم لتعزيز قدرات بلاده على الدفاع وموسكو تعتبر أن تزويد كييف بأسلحة أمريكية جديدة يفاقم الأزمة الصين وروسيا تجريعون تدريبات عسكرية مشتركة في بحر الصين الشمالي تستمر أسبوعا الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جميش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير دفاعي والإنتاج الحربي يتوجه وزير خارجية سامح شكري على رأس وابد رفيع المستوى إلى العاصمة التنزانية للمشاركة في احتفال تتشيني ملء بحيرة صد جوليوس تيريري وأوضحت وزارة الخارجية أن مشروع صد جوليوس تيريري يعد من أهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في القارة الإفريقية بتكلفة ثلاثة مليارات دولار كما أنه يمثل تكسيدا لقدرات وإمكانات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية القبرى في عدد من الدول الإفريقية أدرج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ركنا خاصا بموقعه الإلكتروني تحت عنوان بيانات وإحصاءات ومؤشرات يتضمن البيانات والمؤشرات والإحصاءات المحلية والأفريقية والعالمية ويجتمل الركن على كتاب وصف مصر بالمعلومات والذي يحتوي توصيفا معلومتيا دقيقا لأهم مؤشرات التنمية على مستوى محافظة الجمهورية ويعد مرجعا يستند إليه في التخطيط ورسم السياسات كما يجتمل أيضا على جزء بعنوان مؤشرات أفريقيا مثل مؤشرات التكنولوجيا والاستقرار السياسي والابتكار والأداء الحكومية وغيرها كذلك يتضمن الركن الأسعار العالمية والتي تحتوي على تحديث دوري لأسعار السلع العالمية الاستراتيجية في صورة سلاسل زمنية مثل أسعار الذهب والبترول خام برينت والحبوب وغيرها أقرت الجامعية العامة للأمم المتحدة إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام لمدة عامين حتى 2024 وأوضح المنضوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك أسامة عبدالخالق أن عادة انتخاب مصر يأتي بعد حصولها على تأييد المجموعة الإفريقية في نيويورك وهما يعكس إسهامات مصر الممتدة في دعم جهود بناء السلام في إفريقيا بما في ذلك رئاسة مصر للجنة بناء السلام في 2021 ممثلة للقارة فضلا عن ريادة الرئيس عبدالفتاح أسيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات في الاتحاد الإفريقي ونوها السفير عبدالخالق بالتزام مصر بمواصلة العمل مع كافة الأطراف المعنية على دعم جهود الجهود الرامية لتعزيز فعالية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام أدنى مجلس الأمن الهجمات الأرابية في محافظة كاركوك العراقية وأصفرت عن نقتل تسعة على الأقل من رجال الشرطة وثمانية مدنيين وجدد مجلس الأمن دعمه لاستقلال العراق والسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومووليها وتقديمهم إلى العدالة وأدان المتحدث باسم القائد العام لقوات المسلحة العراقية يحيى رسول بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية ألبوبالي في محافظة ديالة الوقاع شمال شرق العاصمة بغداد وأكد المسؤول العراقي أن الحدث الإرهابي لن يمر دون عقاب سريع مشددا على مواصلة قوات المسلحة العراقية ملاحقة ومطردة تكافة العناصر الإرهابية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع البلاد أعلن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين أن الردع النووي والتوازن النووي سيمكن موسكو من ضمان أمنها الاستراتيجية وأضاف بوتين في اجتماع موسع لقيدات الجيش الروسي أن العديد من الأسلحة المتطورة والحديثة سوف تدخل الخدمة في يناير القادم سنستمر بدعم القدرات القتالية والاستعداد القتالي للقوات النووية وهذا ضمان لسيادتنا ووحدة أراضينا وبشكل عام الردع النووي والتوازن النووي في العالم اليوم تجهيز القوات النووية قد زاد إلى 91% ويتم تزويدهم بمنظومة الفرد الصوتية أبانغارد وللمرة الأولى تم تزويد القوات بمنظومة الصواريخ العابرة القارات سارماد وكل ذلك سوف يتم تنفيذه وتحقيقه وكذلك يستمر تزويد القوات بمنظومة يارس وهذه المنظومات التي ليس لها مثيل في العالم ففي بداية يناير من العام القادم سوف تبدأ فرقاطة الأدميرال جرشكوف بالخدمة في الوقت النفسه وعد الرئيس الروسي بلادمير بوتين بمنح قواته المسلحة كل ما تطلبه لدعم الحملة العسكرية في أوكرانيا وأكد بوتين ضرورة الاستفادة من الخبرات العسكرية المقتسبة في سوريا اليوم مهمتنا هي تنفيذ الإجراءات للتطوير والتحديث للقوات بشكل شامل ومجمل إن قوات الناتو والوسائل التي تستخدم خلال العملية العسكرية الخاصة نعرفها جيدا وكل ذلك كل تلك المعلومات موجودة لديكم ولابد من تحليلها بشكل دقيق وعميق لاستخدامها في تطوير قواتنا العسكرية ورفع المهارة القتالية لجيوشنا وكذلك الهيئات الأمنية الأخرى إن مهام وزارة الدفاع ومقر تنفيذ العملية العسكرية الخاصة هو كما قلت تحليل كل هذه المعلومات وتحضير كل ما يلزم للقوات العاملة في العملية العسكرية الخاصة وإن الخبر التي اتخذها وحصل عليها مقاتلون خلال مشاركة في المعارك في سوريا لا بد من الاستفادة منها اليوم أعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زلنسكي توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في أول زيارة خارجية له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية على بلاده وأوضح زلنسكي أن زيارته للولايات المتحدة لتعزيز قدرات أوكرانيا على السمود والدفاع مشيرا أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن التعاون الثنائي وسيلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي ويلتقي بعدد من القيادات الأمريكية هذا وقال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني أن الزيارة ستضع حدا لمحاولات روسيا إظهار أن العلاقات الأمريكية الأوكرانية تشهد فتورا مشيرا إلى أن الزيارة رمزية ومهمة للغاية من جنبه أوضح البيت الأبيض أن رئيس ساجو بايدن سيعلن خلال لقائه برئيس الأوكراني عن مساعدة كبيرة لأوكرانيا تقدر بنحو ملياري دولار وأضاف البيت الأبيض أن المساعدات المرتقبة ستشمل نظام باتريوت للدفاعات الجوية المتطورة وقنابل الدقيقة وأكد البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لا تسعى للانخراط في حرب مباشرة مع روسيا مشيرة إلى التزام واشنطن بدعم أوكرانيا أمنيا واقتصاديا وإنسانيا مهما طالت العملية العسكرية الروسية من جانبه أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن بلاده لا ترى مؤشرات من روسيا على خفض هجماتها على الأوكرانيين وقبيل وصول الرئيس الأوكراني إلى واشنطن أكدت كريملين أن أي أسلحة أمريكية جديدة لكييف ستؤدي إلى التفاقم الأزمة وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على أن الفرصة أو فرصة السلام تكاد تكون منعدمة مع استمرار دعم الغرب لكييف وضف أنه لا يرى فرصة لمحادثات سلام مع أوكرانيا مع زيارة الجارية للولايات المتحدة وأن موسكو لا تتوقع تغييرا في موقف زيل نسكي بشأن رفضه التفاوض مع الرئيس الروسي بلادمير بوتين مؤكدا أن زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن لن تجعله في وضع أفضل يستعد الكونغرس لإقرار مشروع قانون للميزانية العامة للدولة الذي يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا بمليارات الدولارات في الأثناء وافق البنك الدولي على مد حزمة تمويل إضافية لأوكرانيا بقيمة 610 ملايين دولار يبدو أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستشهد تصاعدا جديدا مع استعداد واشنطن لتقديم مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا في وقت يسعى فيه الكونغرس لإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الذي يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها ما يقرب من 50 مليار دولار وتتضمن صواريخ باتريوت التي أثبتت قدرتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة وهي قادرة بالفعل على الحد بقوة من فعالية الضربات الروسية على أوكرانيا ويتزامن ذلك مع زيارة لرئيس الأوكراني زلينسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات الأمريكية المقدمة إلى كييف تنوعت بين آلاف المعدات العسكرية والذخائر وأنظمة الدفاع والرصد بالإضافة إلى الطائرات المسيرة وكشفت بيانات سابقة صادرة عن البنتاجون تفاصيل تلك المساعدات موضحة أنها شاملت 1400 من نظام استينجر الدفاعي المضاد للطائرات و8500 من نظام جافلين المضاد للمركبات المدرعة و32 ألف نظام مختلف مضاد للمدرعات بالإضافة إلى مئات الطائرات المسيرة المساعدات الأمريكية تأتي بالتوازي مع موافقة البنك الدولي على مد حزمة تمويل إضافية لأوكرانيا يبلغ حجمها 610 ملايين دولار لتلبية احتياجات الإغاثة العاجلة والتعافي الحزمة ستضمن أيضاً قرضاً إضافياً قيبته 500 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير مدعماً بضمان من بريطانيا ومشروعاً جديداً لاستعادة وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وبحسب بيانات المصرف المركزي الأوكراني فإن 11% من الشركات الأوكرانية اضطرت إلى الإغلاق منذ بدء العملية العسكرية كما فقد القطاع الاقتصادي 5 ملايين وظيفة منذ بدء العملية العسكرية وفقاً لوزارة الاقتصاد الأوكرانية خسائر كبيرة تعلنها الأطراف من الجانبين مع دخول العملية العسكرية شهرها العاشر دون توقف ترجمة نانسي قنقر وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أنه لا يبدو أن أي دولة أوروبية تجري تحقيقاً عادلاً في سلسلة الانفجارات التي استهدفت خط أنبيب الغاز نوردستريم خلال سبتمبر الماضي وأضاف لافروف أنه بعد الانفجارات التي وقعت في نوردستريم والتي يبدو أن لا أحد في الاتحاد الأوروبي حقق فيها بموضوعية لذلك أوقفت روسيا نقل الغاز عبر الطرق الشمالية وكانت روسيا ألقت باللوم على البريطانيا في التفجيرات وهي مزاعم رفضتها لندن في حين قال محاققون من السويد والدنمارك أن التفجيرات كانت نتيجة لتخريب متعمد على الرغم من عدم تحديد الجنات المحتملين وفي هذه المحاقات نستطيع الوضع المحتملين قال رئيس الصيني شي جيمبينغ إن بلاده تأمل أن يحافظ جميع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية على ضبط النفس وإزالة المخاوف الأمنية من خلال الطرق السياسية جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الروسي صابق دمتري متبيدف الذي يزور بكين حاليا وقال متبيدف أنه ناقش مع الرئيس الصيني الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وكذلك الوضع في أوكرانيا قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي سيزور موسكو غدا الخميس وأوضحت مصادر العالمية الروسية أن جروسي سيناقش خلال زيارته مسألة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا النووية بينما أكد الكريملين أن الرئيس بوتين لا يعتزم عقد اجتماع مع مدير الوكالة الدولية خلال زيارته لروسيا ويجري جروس منذ وقت مفاوضات مع الجانبين الروسي والأوكراني لحل الأزمة حول محطة زابوروجيا النووية وإنشاء منطقة آمنة حولها كانت المحطة قد تعرضت لهجامات مدفعية متكررة حيث تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالمسؤولية عنها وما يثن مخاوف من وقوع كارثة نووية أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا في بريست غربي بيلاروسيا وفي شأن آخر أكدت الدفاع الروسي أن قوتها دمرت خزنات للنفط قرب أنتريبكا في مقاطعة خاركيف شرقية أوكرانيا كما أعلنت الوزارة أن قوتها سيطرت على متفعات وخطوط أمامية جديدة في محور دونسك ذكرت هيئة الأركان العامة لقوات المسلحة الأوكرانية أن وحدات من قواتها صدت هجمات روسية بالقرب من 25 منطقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفي الوقت نفسه شنت القوات الروسية خمس ضربات صاروخية وست عشر ضربة جوية ونفذوا واحدا وستين هجوما باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ متعددة ونتيجة لذلك تعرضت البنية التحتية المدنية لأضرار جسيمة وتضرر السكان بعدد من المدن من بينها خرص ترجمة نانسي قنقر بشن الرئيس روسي فلادمير بوتن رسميا استغلال حقل غاز كوفيكتا الضخم في سيبريا ما يسمح بزيادة الصدرات إلى الصين وقال بوتن خلال مراسم تتشين أن الحقل هو الأكبر في شرق سيبريا مؤكدا أن التتشينه سيطلق حيوية تنموية حقيقية في المناطق الشرقية لروسيا ومن المقرر أن يغذي حقل كوفيكتا خط أنبيب الغاز قوة سيبريا الذي يغذي الصين انخفض الروبل الروسي لأدنى مستوى منذ أواء المايو متخطيا مستوى سبعين دولارا لتصل خسائره الشهرية لما يقارب أربعة عشر بالمائة في ظل مخاوف من العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسيين وهبط الروبل بنسبة اثنين ونصف بالمائة أمام الدولار مسجلا سبعين فاصل ستين روبل كما هبطت العملة الروسية اثنين فاصل أربعة بالمائة مسجلة خمسة وسبعين فاصل اثنين وعشرين أمام اليورو كما هبطت أمام اليوان اثنين فاصل واحد بالمائة إلى عشر فاصل عشر روبل وهو قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر أعلن توكلة الإحصاء الأوروبية يورستات أن استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي خفض بنسبة عشرين واحد من عشر بالمائة بين أغسطس ونوفمبر مقارنة ضم متوسط السنوات الخمس السابقة لنفس الفترة وهو ما يزيد عن هدفه البالغ خمسة عشر بالمائة وفي مواجهة التقفضات الكبيرة في شحنات الغاز الروسي على خلفية الأزمة الأوكرانية وفقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها سبعة وعشرين دولة في نهاية يوليو على خفض استهلاكها من الغاز طوعية بين الأول من أغسطس الفين اثنين وعشرين والحادي وثلاثين من مارس الفين ثلاثة وعشرين ويثير انخفاض شحنات الغاز الروسي مخاوفة بشأن الاندادات إلى روبا أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات البريطانية أن الاقتراض العام في بريطانيا ارتفع إلى مستوى غير مسبوق خلال شهر نوفمبر حيث بلغ أكثر من اثنين وعشرين مليار جنيه استرليني ما يعكس ارتفاع تكاليف دعم الطاقة وبلغ إجمالي الاقتراض العام للأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي من إبريل إلى نوفمبر من العام الجاري مائة وخمسة فاصل أربعة مليار جنيه استرليني بزيادة قدرها سبعة فاصل ستة مليار جنيه عن الفترة نفسها من عام الفين وواحد وعشرين أعلن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أضف المعهد أن مخزونات الخام تراجعت بنسبة ثلاثة ملايين ومائة ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين بنحو أربعة ملايين وخمسمائة ألف برميل في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بواقع ثمانمائة وثمانية وعشرين ألف برميل في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع إصدار تصريح البناء مع استمرار الرهون العقارية المرتفعة في خفض نمو سوق الإسكان الأمريكي وانخفض بناء منازل جديدة لأسرة واحدة والتي تمثل الحصة الأكبر من بناء المنازل بنسبة 4.1% إلى متوسط سنوي معدل موسميا بنحو 828 ألف وحدة الشهر الماضي مع استمرار التضخم في الولايات المتحدة ورغم طباطئه تراجعت وطيرة بناء المنازل لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في عامين ونصف العام في نوفمبر الماضي وبالمثل تراجع إصدار تصريح البناء مع استمرار للرهون العقارية المرتفعة في كبح سوق الإسكان وجاء التقرير القاتم من وزارة التجارة الأمريكية في أعقاب أنباء عن تراجع الثقة بين المستثمرين بنات المنازل إلى مستوى قياسي للشهر الثاني عشر في ديسمبر وتحملت سوق الإسكان الوطأة الكبرى لأسرع دورة لرفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة منذ سمانيهة من القرن العشرين في إطار مكافحة البنك للتضخم وانخفض معدل بناء منازل جديدة لأسرة واحدة والتي تمثل الحصة الأكبر من بناء المنازل بنسبة أربعة وواحد من عشر في الماء إلى متوسط سنوي معدل موسميا وهو سمانمائة وسمان وعشرين ألف وحدة الشهر الماضي وهذا هو أدنى مستوى منذ مايو من عام 2020 عندما كان الاقتصاد يترنح بعد مرور الموجة الأولى من جائحة كورونا وزادت وطيرة البناء بالنسبة للمشروعات التي تضم خمس وحدات فأكثر أربعة وسمانية من عشر بالماء إلى خمسمائة واربعة وثمانين ألف وحدة وهو أعلى مستوى منذ أبريل الماضي ويعزز الطلب القوي على المنازل المستأجرة بناء المساكن لعدة أسر حيث تجبر معدلات الرهن العقاري المرتفع العديد من مشتري المنازل المحتملين على البقاء كمستأجرين خفض البنك الدولي بشكل ملحوظ توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023 وأرجع البنك الدولي توقعاته القاتمة لثاني أكبر اقتصاد عالمي لوجود مخاطر كبيرة مرتبطة بجائحة كورونا والأزمة العقارية ألقت تابعات وباء كورونا والأزمة العقارية بظلالها على الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم ما تسبب في تراجع نسبة النمو في بكين وظهر هذا التأثير جليا على تقرير البنك الدولي الذي خفض بشكل ملحوظ توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023 البنك وخلال توقعاته السابقة في يونيو أعرب عن قلقه حيال نمو الصين التي كانت لا تزال تفرد سياسة صفر كوفيد الصارمة والمعيقة للنشاط الاقتصادي لكن الصين أحدثت بشكل مفاجئ تحولا جذريا مطلع ديسمبر بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريبا مع تسجيل أولى الإصابات في وهان في وسط البلاد نهاية العام 2019 وفي ظل هذه الأجواء رأى البنك الدولي أن إجماليا ناتج المحلي الصيني سيسجل النمو النسبته 2.7% ومن ثم 4.3% العام المقبل ويشكل ذلك تراجعا واضحا مع التوقعات السابقة للبنك الدولي الذي رأى في يونيو أن إجماليا ناتج المحلي صيني سينمو بنسبة 4.3% خلال 2022 وخمسة واثنين من عشر بالمائة في 2023 وبموازات ذلك تشهد البلاد أزمة عقارية غير مسبوقة فيما يشكل هذا القطاع محركا للنمو الصيني ويعاني هذا القطاع الذي يشكل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي ناتج المحلي الصيني منذ أقرت بكين إجراءات في العام 2020 لخفض مديونية الشركات فبعد تسجيل ارتفاع هائل على مدى سنوات ترجعت المبيعات العقارية في كثير من المدن حيث يكافح الكثير من المقاولين العقاريين لاستمرار الأمر الذي يضعف قطاع البناء الذي يضم ألاف شركات ومن الأسباب الأخرى التي تثقل كاهل الاقتصاد الصينية الأزمة الأوكرانية والتضخم فضلا عن التباطئ في الطلب على المنتجات المصنعة في ظل خوف من حصول ركود عالمية ارتفعت عواد السندات الحكومية اليامانية وانخفض المؤشر نيكي بعدما فجأ المركزي الياباني الأسواق بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير مع تمديد العمل بسعر العائد المستهدف على السندات الحكومية العشرية اليابانية وقفز عائد السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات سبع نقاط أساس إلى 48 من البيئة من البيئة مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو من عام 2015 ومقتربا من مستوى نصف نقطة مئوية وهو الحد الأعلى المعدل لنطاق سياسة بنك اليابان وأغلق المؤشر نيكي منخفضا بالنسبة 68% وهو أدنى مستوى إغلاق لهم منذ الثالث عشر من أكتوبر الماضي بعد تداولات متقلبة وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 64% انطلقت التدريبات البحرية المشتركة بالذخيرة الحية بين روسيا والصين والتي تستمر أسبوعا في بحر الصين الشرقي أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف من وراء التدريبات هو تعزيز التعاون البحري بين موسكو وبكين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادي في الوقت الذي يكسب فيه الشريكان تعاونهما في منطقة غرب المحيط الهادي التي تزداد توترا انطلقت التدريبات البحرية المشتركة بالذخيرة الحية بين روسيا والصين وتستمر أسبوعا في بحر الصين الشرقي وزارة الدفاع الروسية قالت أن المناورة البحرية التي تقرى خلال الحادي والعشرين وحتى السابع والعشرين من ديسمبر القاري ستشمل إطلاق صواريخ وقزائف مدفعية وتهدف إلى تعزيز التعاون البحري بين موسكو وبكين مع الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادي روسيا تشارك في التدريبات بأربع سفن بما في ذلك طراد للصواريخ بينما ستشارك ست سفن من الصين إلى جانب طائرات وطائرات هيلوكوبتر من الجانبين الجزء الرئيس من التدريبات يشتمل على إطلاق الصواريخ ومدفعية مشتركة ضد أهداف قوية مع إطلاق نيران مدفعية على أهداف بحرية وممارسة إجراءات مشتركة ضد الغواصات واستخدام عملي للأسلحة وخلال الشهر الماضية سعت موسكو إلى زيادة روابطها السياسية والأمنية والاقتصادية مع بكين في الوقت الذي تنظر إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ على أنه حليف رئيسي في تحالف مناهض للغرب ومنذ توقيع الجانبين اتفاق شراكة استراتيجية دون حدود قبل أيام فقط من اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أظهرت موسكو وبكين تعاونهما العسكري المتنامي في الأشهر الأخيرة فيما وصف بأنه استعراض لاتساع وعمق الصيقة المتبادلة بين الصين وروسيا استقبل وزير الخارجية الصيني وانج ييه نظرته الأسترالية بيني وانج في أول زيارة لمسؤول الأسترالي للصين منذ عام 2019 وفور وصولها إلى بكين وجهت بيني وونغ الشكر للحكومة الصينية على دعوتها لزيارة البلاد والتي تتزامن مع الذكرى مرور خمسين عاما على إقامة علاقات دبلوماسية الرسمية بين البلدين وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب الخلاف بشأن عدد من القضايا أبرزها نشاط الصين خارج حدودها وقرر استراليا حظر شركة هواوي وفرض عقوبات عليها ودعوتها المستمرة للتحقيق في منشأ فيروس كورونا قرر الفرلمان البيروفي في تصويت تقديم موعد الانتخابات العامة من 2026 إلى أبريل 2024 في خطوة ترمي لحل الأزمة السياسية في البلاد وإنهاء الاحتجاجات التي أشعلها عزل الرئيس بيترو كاستيو وتوقيفه وصوت عضاء الكونغرس بأغلبية 93 صوتا مقابل 30 لمصلحة تعديل موعد الانتخابات واندلعت الأزمة في البلو في السابع من ديسمبر الجاري حين قرر كاستيو حل البرلمان وتولى السلطة التشريعية بنفسه من خلال مراسين تشريعية فرد عليه الكونغرس بعزله وعين نائبته مكانه بدأت تواقم فرق الإسعاف في بريطانيا الإضراب اليوم لاتسع الخلاف مع الحكومة بشأن رفضها زيادة الأجور بعد إضرابات الممرضين الأخيرة ويتزامن ذلك مع تهديد عمال السكك الحديدية وشرطة مراقبة الجوازات أيضا بإفساد عطلة الأعياد في ظل رفض الحكومة قبول المطالب المتعلقة بالأجور دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية وزراعة الفاو إلى تقديم الدعم الكامل لسبل العيش المستدامة في الصمال لإخراج البلاد من شفى المجاعة وقالت منظمة إن هناك حاجة عاجلة إلى استثمارات واسعة في النطاق لتعزيز الصمود ووقف خطر المجاعة هذا أمنا متوقع أن يواجه نحو مليون وتسامئة ألف شخص في الصمال إنعداما حادا للأمن الغذائي في بين يناير ومارس من عام 2023 كما يواجه نحو سبمائة وسبعة وعشرين ألف شخص إنعداما للأمن الغذائي الكارثي بحلول يونيو المقبلة ارتفعت حصيرة انزلاق للطربة وقع الغمعة في موقع المخيم في ماليزيا بحسب معنات السلطات إلى خمسة وعشرين قاتلا على الأقل بينهم ثمانية أطفال ووقعت الكارثة فجر الجمعة الماضي في موقع غير شرعي لمخيم مزرعة للنباتات العضوية بالقرب من بلدة باتان كالي في محيط العاصمة كوالالنبور بينما تواصل السلطات البحث عن مفقودين تسببت الثلوج الكثيفة التي ضربت مناطق الشمال غرب اليابان في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل وتقطعت السبل بمئات المركبات على الطريق السريع وتوقفت حركة القطارات كما خلفت ألاف المنازل بدون كهرباء وتسبب التقس العاصف في تساقط الثلوج الكثيفة على المناطق السحلية الشمالية لليابان منذ يوم السبت مع تراكم الثلوج على ارتفاع أكثر من مترين كما ساعدت قوة الدفاع الذاتي في إخلاء الطرق السريعة في نغاة حيث علقت مئات السيارات وشحنات التوصيل في صفوف تمتد لأكثر من 20 كم ولتقديم أشكال الدعم الأخرى كما ساهم المتطوعون المحليون في تقديم الطعام والضروريات الأخرى لمن تقطعت بهم السبول لقي شخصان على أقل مصرعهما في شمال كاريفونيا إثر زلزال بقوة 6.4 درجة قبلة السواحل الأمريكية وتسبب زلزال بانهيارات أرضية وانقطاع للطارق الكهربائي عن 74 ألف شخص وفاد المعدة الأمريكية للمسح الجيولوجي أن موقع على بعد 40 كم جنوب غرب مدينة أوريكا الساحلية في مقاطعة هامبلود أعلنت مجموعة أريان سبيس أن الصاروخ الفضائي الأوروبي فيغاسي الذي كان يفترض به أن يقوم بأول رحلة تجارية له الثلاثاء أقلع من قاعدة كورو في جوايانا الفرنسية وعلى متنه قمران إصطناعيان تبعان لإيرباس لكن مهمته أو مهمة إطلاقه فشلت بعد دقائق قليلة وقال رئيس المجموع أنه بعد حوالي عشر دقائق من إقلاعه خرز الصاروخ عن مساره المحدد ثم توقفت البيانات عن الوصول إلى مركز التحكم الأرضي وكان مفترضا بهذا الصاروخ أن يضع في رحلته التجارية الأولى هذين القمرين لرفض الأرض من صنع إيرباس وتقررت هذه الرحلة التجارية الأولى لصاروخ بعد نجاح عملية إطلاقه في الثالث عشر من يوليوم تعقد تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم ورشة عمل عن نقابات المهنية ونظام التسجيل الإلكتروني وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع ضمن نقاشات الحوار الوطني وتتناول الورشة مناقشة عدة محاور منها تفعيل دور النقابات المهنية في مصر والاستفادة من كوادرها العلمية وتعزيز دورها بالإضافة لأولوية النقابات المهنية بين تنظيم المهن والاهتمام بشؤون أعضائها بجانب دور النقابات المهنية في التنمية الاقتصادية وإصدار قانون موحد لتنظيم النقابات المهنية وتنظيم آليات إنشاء نقابات مهنية جديدة وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل مع المتخصصين من كافة الطيرات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية بشأن القضايا التي سيتم ترحوها خلال جلسات الحوار الوطنية انعقد الصالون السياسي لأحزاب المعارضة الوطنية بمقر حزب الاتحاد في إطار الحوار الوطنية وجاء الصالون بعنوان نحو عقد اجتماعي جديد في الجمهورية الجديدة لمناقشة محور الهوية الوطنية وشارك بالصالون السياسي رئيس حزب الجيل الديمقراطي ورئيس حزب مصر القومية بالإضافة إلى رئيس حزب الاتحاد ورئيس حزب المصريين الأحرار وكذلك رئيس حزب مصر الديمقراطية موسيقى فتبقى رائد في الأعمال وتبقى عندك اقتصاد قوي وتحد من الأمراض وعندك كمان تحافظ على حضرتك وتاريخك إحنا بنرى إن الهوية الوطنية أيضا من أهميتها إن إحنا نحافظ على لغتنا العربية ونحافظ على الأجيال الجديدة والأجيال الصعيدة والحفاظ علينا على الأجيال الجديدة والأجيال الصعيدة يتطلب أيضا إن إحنا يبقى في مناهج مناهج تؤسس لذلك لذلك احنا بنبحث في هذا الصالون ازاي نعالج المناهج الموجودة في المدرسة الدولية وازاي تبقى اللغة العربية لغة أساسية وازاي تبقى الصباح وتحيط العلم أساسي لهذه الطلاب مثلهم مثل كلاب المدرسة الحكومية أو المدارسة الخاصة فكان لازم يبقى فيه من أحزاب المعارضة الوطنية أن تتعمل نوع من التوعية للشباب للمواطنين بعدم الانسياق مع هؤلاء أعداء الوطن ليه؟ لأن مصر بخير فكرة الصالون السياسي فكرة بتيجي اتساقا مع الدعوة للحوار الوطني والحقيقة احنا في أمس الحاجة في الفترة الحالية لفكرة الحوار من نهاردة احنا شايفين الفكر المصري كل المفكرين وكل السياسيين وكل المثقفين في حالة ازدهار حواري حالة عايزة أقول إرهيصات وحالة نقاش وحالة أفكار وعصف ذهني كله بيصب فيه المصلحة الوطنية لأن في الآخر لما كلنا بنجتمع حول هدف واحد هو ده اللي مطلوب في المرحلة الحالية أعتقد أن احنا في السنين اللي فاتت أنا من وجهة نظري خاصة أن مصر مرت بملحمة وطنية بمعنى الكلمة أنوان الصالون السياسي عن الهوية المصرية بيستكمل سلسلة الندوات اللي احنا بدأناها بالتنمية السياسية والحقوق الإنسان وهي أهداف بنحاول من خلالها نصطف مع الدولة في هذه الملفات الشائكة والصعبة وبنكمل على جهود الدولة ببعض الأفكار وبعض الأطوحات والتوصيات اللي ممكن تكون مكملة لجهود كبيرة بتتبذل في هذه الملفات الثلاثة المهمة جدا ملفنا النهاردة عن الهوية المصرية هو يمكن يكون الملف الأخطاء لأن تعرضت له الهوية المصرية خلال العشر سين الأخير الأخير كان صراع كبير جدا ومحاولة تفتيت وتشويه وتوتير للهوية والشخصية المصرية الموضوع بيبدأ من نشأ يعني أنا شايف أن مرحلة التعليم الأساسي دي مرحلة مهمة جدا أن احنا نزرع في الأولاد الانتماء للوطن وإزاي يكونوا الهوية بتاعتهم عن طريق وسائل صحيحة لأن أنا دلوقتي طبعا عندي الرقمانة وعندي التحول الرقمي وعندي الحاجات دي كلها والولاد كمان الوزير التعليم عمل لهم أبحاث ودي حاجة حلوة جدا أقام حزب الشعب الجمهوري جلسة حوار وطني لمناقشة العديد من القضايا مع المواطنين ووضع حلول لعدة ملفات ودرت الجلسة حول دور الأحزاب في الحياة السياسية بالفترة القادمة كما تمت مناقشة قضايا أخرى منها حقوق الإنسان ودور المرأة المعيلة في تنمية المجتمع كما تم بحث أهمية الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الطبي الشامل عقدنا العديد من الجلسات المتعلقة بالثلاث محور الأساسية السياسي والاقتصادي والاجتماعي إحنا كنا مهتمين في فريق العمل المتعلق بالمحور السياسي على العديد من النقاط أو الملفات كلمنا على ملف الأحزاب ودور الأحزاب في الحياة السياسية في الفترة القادمة كلمنا على موضوعات متعلقة بمباشرة الحوال السياسية وقانون مباشرة الحوال السياسية كلمنا على نقاط متعلقة بالمحليات والحقيقة عرفنا نوصل لعدد من التوصيات اللي نقدر نعرضها بشكل تفصيلي الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل عدد أكبر من المحافظات لأن دي بمثابة إصلاح للمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية محترمة للمواطن المصري تاني حاجة نحن بنسعى أن الإسراع أيضا في تفعيل قانون زرع الأعضاء ليسمح بنقل الأعضاء من الموت المتوفين حديثا خرج الحزب مخرجات وتوصيات في عدة ملفات حقوق الإنسان وملف حقوق الإنسان خاصة بالمرأة المصرية وخاصة بالطفل وخاصة بزول الهمم وخاصة بالسجناء داخل السجون المصرية وأيضا خاصة ببعض الأفكار والمعتقدات التي موجودة في المجتمع المصري التي لا يجب أن تكون قائمة في زل هذا العصر من أبرز توصيات لجمية العدالة الاجتماعية تفعيل وأهمية دور المرأة المعيلة والحماية المدنية للمرأة بنتكلم على من ضمن توصيات المشروعات الصغيرة والمتنية الصغر أهميتها في العدالة الاجتماعية بنتكلم على تأهيل وتدريب المعنيين الموظفين المعنيين بملف العدالة الاجتماعية الموظفين فده مهم جدا أنهم يأخذوا تأهيل وتدريب لمفهوم العدالة الاجتماعية في العموم تبينت مؤشرات البرصة المصرية بختام التعملات حيث ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيا مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية خسر الرأس المالسوقي نحو مليار وثمانمائة وعشرين مليون جنيه ليغلق عند مستوى تسامة وخمسين مليار وثمانمائة مليون جنيه ارتفع مؤشر اي جي اكس ثلاثون بنسبة ثلاثة عشر من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى أربعة عشر ألفا وخمسمائة وإحدى وأربعين نقطة بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سبعون بنسبة اثنين وثلاثين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ألفين وسبمائة وثمانين وثمانين نقطة وهبط مؤشر اي جي اكس المئة بنسبة ثمانية وثلاثين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى أربعة ألاف ومئة واثنتين وعشرين نقطة تبع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى مع وزير التنمية المحلية هشام أمة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات والمبادرة الرئاسية مائة مليون شجرة وتحويل الأتوبسات للعمل بالغاز الطبعي يأتي اللقاء في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة وشملة المباحثات التي تمت خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى والثانية والاستعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من منظومة إدارة المخلفات وكذلك مشروع إقامة محطة معالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبرواش بمحافظة الجيزة افتتح محافظ البحر الأحمر عمر حنفي بمدينة الغردقة حلقة السمك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد فيها وتمت عمليات التجديد على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية كما افتتح المحافظ أعمال تطوير طريق مطار الغردقة التي تمت على أعلى مستوى وفي وقت قياسي لتظهر المدينة في أبهى صورها خاصة أن المواطنين وضيوف المحافظة من السائحين يستخدمون هذا الطريق يوميا وكانت توجهات القادة السياسية تؤكد على ضرورة رفع كفاءته ليعطي انطباعا جيدا يبرز جمال المدينة ويحسن من الصورة الذهنية أجرت مجموعة من الأطباء بمعهد جنوب مصر الأورام أول عملية زراعة نخاع من نوعها ويقدم المعهد جميع الخدمات الطبية المتميزة للبالغين والأطفال ضمن منظومة حكومية شاملة للنهوض بالخدمات الطبية في جنوب مصر سابق طبي هو الأول من نوعه في جنوب مصر قام به صرح طبي عملاق هو معهد جنوب مصر للأورام بأسيوت حيث قام الأطباء بإجراء أول حالة زرع نخاع لمريضة مصابة بورم في الغدد اللينفاوية وحدة زرع النخاع هي الوحدة الأولى في صعيد مصر قامت بإنشاءها الدولة بتكلفة ملايين من الجنيهات لخدمة مرضى الصعيد في نوعين عندنا من الزرع الزرع اللي هو من المريض لنفسه أو من متبرع طبعاً في مرضى يحتاجون الخدمة دي سواء أمراض سرطانية حميدة أو أورام خبيثة فرصة نجاح الحالات يعني تقارب المئة في المئة مع الاهتمام ومع الفريق المتدرب وتعد وحدة زرع النخاع هي الأولى من نوعها على مستوى جامعات ومحافظة صعيد مصر وأمشيات منذ سنوات لكنها توقفت لفترة ثم عاولت لإستئناف عملها فيما بعد الوحدة فيها فريق طبي مدرب جداً الحمد لله في فريق طمريضي برضو ممتازين جداً جداً وتستقبل الحالات كل الحالات اللي تم عرضها علينا استقبلنا وخدناها معامل روتينية زي معامل أمراض الدم ومعامل الكيمية الكلينيكية ومعامل الميكروبيولوجي وفي معامل متخصصة زي معامل التدفق الخلوي معامل البي سي آر والتوافق النسيجي وإدراشة الكرونزومات أي مريض هنا يدقى في المعهد سوى وخاصة أن أمراض الدم لازم يحتاج المعمل للتشخيص أو يحتاج المعمل لكفاءة مقابل العملية أو العينين اللي بيأخذوا علاج كيميوي لازم يعمل تحليل عشان لو فيه حد معين ما يأخذش الجرعات تأتي تلك الجهود في إطار حرص جامعة السيوط على توفير كافة أنواع الخدمة الطبية المتخصصة للمرضى المترددين عليها بصفة عامة ومرضى الأورام بصفة خاصة نحن هنا بالعين بنستقبلوا من أول ما يبقى يعني خلص العين دخل في استجابة تامة للعلاك سواء عينين زرع النقاية الزاتي أو الغير الزاتي بعد كما بنحضروا لفصل الخلايا الجزعية العينين اللي هم زرع النقاية الزاتي بعد ما العين بيفصل وبيجيب العضل مطلوب من الخلايا الجزعية بيتحجز ما عندنا في الكافسولة بتاعته اللي هم بيبدأ فيها بعد كده العلاج الكيماوي الأوليني بعد كده العين بعد ما بيخلص العلاج الكيماوي بيأخذ الخلايا تاني الجزعية وبعد كده العين بيبدأ معنا تقريبا في خلال أسبوعين لثلاث أسابيع بعد زرع الخلايا هم بيبقى تحت العلاج التدعيني لحين ما تتفع صورة الدم بتاعته والعين يبقى أموره ستيبل بالنسبة لنا وهكذا يتواصل الدور الرائد والفاعل الذي يقوم به معهد جنوب مصر الأورام في خدمة أكثر من 60 ألف مريض من المترددين سنويا على المعهد من مختلف محافظة الصعيد من المصابين بمختلف أنواع الأورام من الأطفال والبالغين احتفلت محافظة الفيوم بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون والتي استمرت قرابة 25 دقيقة ويعد هذا الحدث حدثا عالميا وظاهرة فلكية فريدة تتكرر صباح يوم الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام شمس أبت أن تشرق بمحافظة الفيوم إلا بالتعامد على قدس الأقداس بمعبد وقصر قارون ظاهرة تتكرر كل عام في الواحد والعشرين من ديسمبر واستحتفالية كانت قد توقفت بسبب جائحة كورونا وها هي تعود مرة أخرى بعد غياب ثلاث سنوات مصري القدماء برعوا في جميع العلوم خاصة الفلك فهذه الظاهرة بترصد كل يوم في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر وفي نفس هذا التوقيت أيضا هذه الظاهرة بترصد أيضا في معبد الكارنك في الأقصر يستمر التعامد لمدة عشرة دقائق لتمر أشعة الشمس بعدة أماكن بواجهة المعبد وداخله بداية بالمقصورة الرئيسية واليمنى وقدس الأقداس ولا تقترب من اليسرى لوجود ممياء التمساح التي تتأثر سلبا بالشمس ويمتاز المكان برواج سياحي كبير قصر ومعبد قارون كان مقصصا لعبادة الإله دينوسيوس إله الحب بعصر البطلمة بالقرن الثالث قبل الميلاد وتحول بعد ذلك للإله سبك أو التمساح خوفا من بطشه ويبعد أكثر من ستين كيلومترا عن مدينة الفيوم ويعود اكتشاف هذه الظاهرة إلى عام الفين وثلاثة لا تتوقف الحضارة المصرية القديمة عن إبهار العالم يوما بعد يوم بظواهر فريدة ونادرة تؤكد على ريادة القدماء المصريين في علوم الهندسة والفلك كريم بيبرس التلفزيون المصري بهذا التقرير نصل وإياكم لختم هذه النشرة ولا تبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العنوين الرئيس السيسي يلتقي الفريق أول محمد زاكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي زلنيسكي في واشنطن اليوم لتعزيز قدرات بلادها على الدفاع وموسكو تعتبر أن تزويد كييف بأسلحة أمريكية جديدة يفاكم الأزمة الصين وروسيا تجريان تدريبات عسكرية مشتركة في بحر الصين الشمالي تستمر أسبوعا مشاهدين وصلنا إلى اختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة